ادتتتتتشاريح دي شوي عيز تتمكن منذ وقت انا اتحمل الاسعار واتحمل انقطاع القهرباء واتحمل اشياء انا بتكلم بالسانة المواطن لماذا لانه انمريت وحد لو عملت نقطة للقياس لازم في مصدروه هل هل ما تم في العشر سنين اللي ماضت ليست برضويموا مرافعة عن هذا النظام والعم بتاع نقطة الصفر اللي حنيس عليها فين نقطة الصفر في موارد البلد نسبة العمل اللي بيقديها المواطن المصري كل يوم نصف ساعة ولا ساعة ولا ثمان ساعات يعني من ثمانية الصبح الخمسة بعد الظهر بيشتغل شغل متواصل وجهد متواصل ويرجع يريح وينام بدري عشان يسحى بدري يروح للشغل ولا بيشتغل نصف ساعة أو أقلم نصف ساعة وبعدين القهوة والكربة والكده فنقطة القياس مستارة القياس لازم تبقى محرارة معروفة احنا بنقيس عليه اللي هو بيت الأساس بيت الأساس في 2013 أو في 2011 أو 2012 أو 2013 في 2014 قلنا فين؟ نهاردة فين؟ طبعا أنا كان عندي كم كيلو متر مرصوف في مصر وحالة الرصف شكلها إيه ونسبة الدبش وقياسا على نسبة الأسفلت كانت موجودة زي كانت المطباط والمنحنيات وتأكل الطرق شكله إيه عشان تنزل من هنا تروح سيادتك منوف وبتاخد الطريق الدولة الزراعي واللستاني إسه بعد ما اتعمل محور بنها شبرة والطريق الإقليمي والإقليمي وكل شبكة الطرق دي ما جاتش منفراغ لم تأتي منفراغ ألمانيا بنيت بالطرق بالطرق والجسور البعض يهوم من هذا يهوم بقى يعني ويبخس هذا أنا مش هجيب مصحف وحلف بالطلاق أن ده هو أساس التخدم مش هجيب مصحف وحلف بالطلاق أنه البحث العلمي ومعدة الجامعات تبدأ من داخل الجامعات ما تفردش من برة يعني لو أنا الأقسام العلمية في الكليات النظرية وفي الكليات العلمية عاملة مدارس علمية ومحترمة دورها العلمي والبحثي ما كاش حد يحيقول أنه خريجي الأداب والحقوق والتجارة بقوا أكتر من الهم على القلب أضف إليهم خريجي كل المعاهد الأزهرية والكلات الأزهرية يعني كل هذا الجرمأ هذا المفروض أنه يتبحث ويتشاف ويتوظف ويتوظف توظيف مظبوط لما أجي مثلاً لمعدة الصح يعني مثلاً لما أجي أنا واليمن نبقى نمرت واحد واحد مكرر في التهاب الكبد الوبائي اللي هو بيأكل فيروسي بيأكل الأكباد المصري